بطولات وتضحيات شهد الجيش بتثبت أن مصر دايماً مليانة بالقصص والبطولات الحقيقية من 73 والغاية دلوقتي ويمكن من قبل 73 كمان إحنا بطولات الجيش المصري لا تتوقف لسه أرض سينة مليانة حكايات إحنا محتاجين نسمحها قبل ما نقول إنها حكايات بتستحق إنها تروى للأجيال لا إحنا اللي محتاجين نسمع وإحنا اللي محتاجين نعرف وإحنا اللي محتاجين نذكر نفسنا بالبطولات دي من وقت للتاني محتاجين دايماً إنعاش للذاكرة المصرية مهم جداً نعرف 73 العظيم والعبور العظيم ده تم إزاي بإيد أبطالنا الجنود وكمان كل المصريين كل المصريين كان هدف واحد أمامهم هو تحرير الأرض واسترداد الكرامة التوفيق مهم جداً الكتابة مهمة جداً لازم نعرف شهدائنا وتاريخهم وكمان نعرف أسامي الشهداء نحفظهم كويس سلسلة الولاد والأرض وكتاب شهادات من أزمنة الجمر والبشارة حوارات رجال أكتوبر إبداعات للكاتب محمد نبيل اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هتكلم عن تفاصيل جديدة وزاوية جديدة ورؤية كمان أخرى لنصر أكتوبر العظيم بنرحب به ونصبح عليه ونقوله صباح النصر أستاذ محمد منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضراتكم صباح النصر لمصر ولكل المصريين زي حليم ما قال ربابة الوطن كده صباح الخير يا سينا جميل بعد السنين دي كلها لسه في حكايات لسه في قصص الحكاية كلها لم تكتامل لم تروى بشكل كامل عن أعظم إنجاز قدمه المصري أو الشخصية المصرية إيه الجانب الذي لم يروى حتى الآن في أكتوبر شوف حضرتك زي ما بدأت أن التوصيق مهم جدا لكن على الرغم من أن النهار ده 51 سنة على نصر أكتوبر ألا أن أكتوبر ما زال فتيا ناضجا يشي بكثير من الأسرار والحكايات عن بطولات مش بس العسكريين من أبناء القاتل المسلحة خلينا نقول أن صناعة أكتوبر صناعة مصرية خالصة 100% من قرى ونجوع وكفور وحارات وشوارع مصر بالكامل وما فيش بيت في مصر إلا وعنده صورة شهيد أو شهادة يعني مصاب أو وسام من القوات المسلحة كأي أن كان درجة هذا الوسام أو النوت أو بطل يحكي لأولاده وأحفاده عن أكتوبر وأهل أكتوبر أهل أكتوبر مش بس العسكرية أهل أكتوبر هم مصر كلها عموم مصر زي ما اتفقت مع حضرتك قبل البرنامج أن أهل سيناء لو اتكلمنا عن مرتكز مهم جدا وهو سيادة الرئيس لما قال اتأخرنا كتير عن سيناء ويقصد إحنا نون الجماعة هنا كانت لكل المصريين 30 سنة 40 سنة كنا بعيدة عن سيناء كتير فكرنا في تعميرها وبناءها وتنميتها ولكن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا في العشر سنوات الماضية الأخيرة فقط النهاردة إحنا عندنا مرتكز مهم جدا وهو بناء وتنمية سيناء تمام موجود عندنا مرتكز مهم تاني ننطلق منه وهو بداية بناء الإنسان وعيا وفكرا ووجدانا هذه المبادرة الرئاسية أنا أظن أنها تعي في البداية بناء وجدان هذا الإنسان هذا المواطن المصري الحفاظ عليه وتحصين وعيه ووجدانه وصياغة وجدان وطني يعني يعتمد على القيم المصرية الأصيلة عايز أقول أن هنري جيمس بريستد لما تكلم عن فجر الضمير طبعا في رائعته فجر الضمير لما تكلم عن أن الأخلاق عرفها المصريون وهم أول من ساغوا أن نسق الأخلاق للمصرية وكثير من المؤرخين هيرودوتس لما تحدث أن التاريخ يكتب من مصر مصر على مدار تاريخها كان فيها عنصرين مهمين جدا عنصر المقاومة للحفاظ على البقاء وعنصر البناء للتحضر والارتقاء كما بنينا سيناء علينا أن ننصف أهل سيناء أكتوبر في أحد الجوانب اللي لم يعلمها العديد أو المعظم خاصة من الأجيال الحالية وهي أن أبطال أكتوبر منهم سيدات ونساء وأطفال وشيوخ وشباب من أهل سيناء المصريين من أهل سيناء خلينا نقول كده خلينا نقول أن هذا الجزء المهم جدا وأنا لا أعيق بسيناء شمال سيناء فقط لكن سيناء الجزيرة أو شبه الجزيرة هي 61 ألف كيلومتر مربع هي شرق بورسعيد بورفؤاد عندنا شرق الإسماعيل الأنطرة شرق شرق السويس الجنائين كل سيناء شمال سيناء وجنوب سيناء هذا المكون الجغرافي كان أهله أول من سدد فاتورة الدم دفاعا عن هذا الوطن في كل معارك مصر بدءا من طرد الهكسوس في معركة أحمص إنما لما نتكلم في معارك العصر الحديث من 48-56 في 67 كتير جدا من أبناء سيناء تجندوا في الحرس الوطني دفاعا عن مصر والمصريين بالكامل دون أن يعبروا حتى قناة السويس ويعرفوا وادي النيل ودلتاه وصعيدها وسواحل شمال مصر ما يعرفوش عموم أهل مصر لكنهم دفعوا واحد زي السواركة لما كلمني محمود السواركة نقصد به بيقول لي أنا معرفتش نيل مصر إلا وأنا في معتقل أشكلون كان كتير من الزباط والمجندين اللي صهاينا يتكلموا عن لازم نروح النيل ولازم ناخد النيل النيل العظيم بتاعك وده إحنا لازم ناخده فقالهم أنا مشربتش من النيل وأول ما هرجع مصر رأيهم مش هترجع مصر قضى 33 سنة في معتقلات إيمان فطري جدا أهنسينا في معظمهم حب فطري كده من غير كان غير مبرر حتى بالنسبة لل يقول الوطنية والبطولة أنا من واقع عملي في الثقافة مؤخرا لما رحنا إقليم القناة السيناء علشان نعمل نوع من أنواع التنمية بين أطفال السيناء فكان فيه برنامج كده مقدم نحن ننمي قيم الولاء والانتماء ناحية الوطن في أطفال السيناء تخيالي أنهم الولاد اللي علمونا إحنا الكبار أو من نصنف في خندق المثقفين علمونا إزاي نحب الوطن قالوا لنا ده أجدادنا وبدأوا يحكوا حكاية أباهم ومؤاتهم وحفظينها جدا وأنا عايز الحكاية دي تنتقل من شرق مصر لعموم مصر كلها زي بالزبط ما تنتقل الحكاية وتعبر المعابر اللي عملتها مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة معابر تحية مصر الاتنين في بورسعيد والاتنين في الإسماعيلية والخامس في السويس جنب أحمد حمدي نفق أحمد حمدي الست أنفاء دي والكبار الكتير والمعاديات الكتير والمعابر اللي على ضفتي قناة السويس من شرقها إلى غربها كما تنتقل البضائع وينتقل البناء من الشرق إلى الغرب والعكس أيضا ينتقل الحكي وعايز قوي من خلال برنامج حضراتكم نحن نقول لكل المصريين إذا كنا هنحتفل بأكتوبر مش هيبقى مرسية بكاء على شهداءنا بالعكس هم أحياء عند ربهم لكن هم اللي كرمونا بانتسبنا ليهم عايزين لما نحتفل بأكتوبر نقول زي ما قالت ماما عفاف والدة الشهيد محمد أنور أنا ما بكتشي على ابني لما استشهد في العريش ولما طلب الشهادة بعد ما أتم ثلاث سنوات لكني أبكي عليه لو فرطنا في الدم بتاع ابني وإخواته اللي راح عشان خاطر سينا الشهيد محمد هارون بطل القاتل المسلحة لما قال لأمه قبل استشهاده بساعات في مكالمة تلفونية يا أمي سينة باعت بتمن بخص لبعض الخوانة أو من بعض الخوانة علينا أن نسترجحها فقالت له إزاي يابني نسترجحها قال لها التمن المراضي هيكون الدم والروح الأهالي دول هنزعلهم أكتر وهنبكيهم على أولادهم أكتر لو فرطنا في سينة في كتاب السيرة السينوية الشيخ عبدالله جهاما ليه مقولة وما أجمل يعني شيخ مجاهدي سيناء الآن هذا الرجل البطل قال لي عبارة ما بين قوسين أسردها وأصيغها أمام حضرتكم أن الفراغ مغري يجب أن نملأ سيناء يجب أن نعبر ما كانت المعابر إلا للعبور وما كانت الشرايين إلا للحياة يجب أن نعبر سيناء من غرب مصر زي ما نحتفل بأكتوبر نحتفل هناك نحتفل في الأرض اللي مات عليها الشهداء أنا أقول لحضرتك لما كنت في الشيخ زويد كان أهالي زويد يقولولي إحنا بنمشي على الأرض ونسبح أو نحمد أو نستغفر أو ندعي لأن كل شبر أو كل قدم بنشيلها ونحطها على التانية في رملة شيخ زويد بندوس على دم شهيد ودم الشهيد مش بس من رجال القوات المسلحة وكمان الشرطة المدنية وكمان أهلينا في سيناء بالمناسبة الدراما يعني ما أنصفتش أهل سيناء قدمت طبعا شفنا بقر الخيانة وشفنا يعني يحي الفخراني وفي رائعتي هو محمود عبد العزيز يعني إعدام ميت قد كده كان العمل درامي كويس لكن وقدم أهل سيناء كان هم أبطال لكن فيهم أحد إذا كنا بنتكلم على دراما للخوناة فعندنا كتير من بره أهل سيناء وكانوا من الأصل مش مصريين كمان والتاريخ مليئ والصفحات مليئة إنما أهل سيناء فيهم أبطال تعالوا نتكلم مع حضراتكم من خلال السيرة السينوية يعني جزء الأول السقر ونسميتوا السقر لأنهم بالكامل كل من قابلتهم من أهالي سيناء سيدات ورجال قالوا لي إحنا كنا بنسقر لأمرين الأمر الأول إن كل المصريين عارفوا بنكسة 67 لكن ما شفوهاش إحنا اللي شفناها إحنا اللي شفنا الدبابات الصهيونية وهي بتعدي على يعني أجساد أبنائنا وأبناء مصر إحنا اللي سمعنا يعني يقول لي الشيخ بلال سويلم يقول لي أنا ما كنتش بعد 67 مباشرة الخمسة يونيو 67 إحنا معنا على هوا دلوقتي سورة الغلاف السيرة السينوية وأنا أحيي حضرتك على اختيار الإسم إسم لافت السيرة السينوية كأن هذه الأرض بتروي سيرتها يوما بعد يوم جمعت السيرة إزاي؟ يعني إحنا على هدي السيرة الهلالية يعني الممتد على امتداد الجغرافيا العربية رحت إزاي بقى في جغرافية سينة والتقيت بأهلنا والعشائر والعواقل إزاي؟ كلمنا عن تجربة جمع السيرة السينوية شوف يا سيد الكريم أولا كل ما زي ما أقول حضرتك طول ما أنت ماشي على أرض سينة بمجرد عبورك للشرق أنت إما أنك تصافح روح من الروح الطاهرة لشهداء مصر أو أنك رجلك على موطئ قدم لشهيد أو مكان الموضع سيل دم لشهيد فيعني عايز أقول زي ما قال جمال حمدان كده أن الأرض تعطي صفاتها لمن عليها كما أن المقدس السماوي التوراة والإنجيل والقرآن قدس سيناء وأقسم رب العزة بسيناء والطور في كتابه العظيم القرآن الكريم إذن إحنا بنتكلم على أرض مقدسة وزي ما قال حمدان الأرض تعطي صفاتها لمن عليها فمن المؤكد أن أهل سيناء لهم من هذه القداسة نصيب وحظ وافر إحنا لنا حظ النهاردة أن إحنا نتكلم عن بعض من الأبطال إحنا كمان معنا سؤرهم ممكن نبتدي نعرض وحضرتك تقول لنا عنهم يلا يعني أدي أول أبطال معنا على الهدو شيخ عبدالله جهامة رئيس منظمة سيناء حاليا لكنه كان سنه 25 سنة سنة يوم 5 يونيو 67 هذا الرجل مباشرة يعني قام بدورين قال لي أنا أسمت أنا وشباب سيناء شباب العريش لما شفنا ارتداد القوات المسلحة أو ارتداد عناصر رجالنا من القوات المسلحة من الشرق ناحية الغرب كان بيستضهم أو بيتم استياضهم من خلال الطيران الصهيوني وهكذا فكان عليه هو والشباب أمرين الأمر الأول تجميع آمن وإيجاد مأوى لهؤلاء الجنود والضباط ده أولا بعيدا عن أعين أو عين وسمع القوات الصهيونية الأمر الثاني بعد ما إيجاد مخرج لهم عبر ملاحات بورسعيد إلى شرق إلى غرب القناة وده ساهم بشكل كبير جدا في إعادة تجميع قواتنا وعدم يعني والحفاظ على أرواحهم وشيء من معدتهم الأمر الثاني أنه بعد في نهاية 67 بدأت يعني يبقى فيه معظم تجميعات لقواتنا اللي كانت موجودة في الشرق بدأت المهمة التالية لعبدالله جهامة وزميله وهو أنه يكونوا سمع وبصر القوات المسلحة في سيناء خلاص لم يعد هناك تجمعات عسكرية أو أعين لرصد تحركات العدو الصهيوني في سيناء فكان على أهل سيناء أن يكونوا العين والسمع للقوات المسلحة فجمعوا كتير من المعلومات الدقيقة والصحيحة عن تجمعات وتمركزات العدو الصهيوني في العريش وبير العبد والشيخ زويد قبلهما ورفع هذه المعلومات كانت تصل عبر بورسعيد أو ملحات بورسعيد إلى غرب القناة بمنتهى الدقة هذه المرحلة التالية أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة الكفاح المسلح يعني هو يجيب يقول لي أنا بعدما كان من أحد الدباط اللي كان مصر جدا النقيب عادل فؤاد وأن نذكره بكل تحية وتقديره وإعزاز أن هذا الرجل رفض أن ينتقل من شرق القناة أو من سيناء مع موجات الانتقال إلى غرب القناة إلا بعد إتمام رجوعه كاف أو كل جنوده الفترة دي كانت فترة طويلة في بقاءه مع عبدالله جهاما عبدالله جهاما كان بيقول لي أن هذا الرجل علمني إزاي كتير من المهارات العسكرية في رص الألغام وصناعتها وتفجيرها وإلى آخر هذا الأمر قال له هو في نهاية الرحلة بيعديه هو آخر فرد أو آخر ضابط معه بيعديه لغرب القناة هو بيسلمه لمراكب والأنشات الملاحات فبيقول له ليه أنت مشيت من طريق تاني مختلف غير اللي أنت كنت معتاده والمسافة طالت قال له هتوحشني أنا حبيت أتوانس بيك لأن أنا متأكد أنك راجع تاني من عبدالله جهاما ليه منصور عيد الهرش بطل كمان من الأبطال الأسطوريين في سيناء ومعنا صورته كمان منصور عيد هذا الرجل الذي حفظ أو حمل بعض من أجزاء القرآن وتعلم شفاهة ولم يعلم أو لم يتعلم القراءة والكتابة من هو من أبطال كان جهاما من أبطال العريش طرابيني منصور عيد كان من بيضية من بطن الهروش من بير العبد نتكلم كده نقول أن منصور العيد من موليد سنة التوقيت في عمر العشرينيات غار على بلده غار على أرضه غار على قواته المساعدين يصر ويقدم كل ما يستطيع ويملك على الرغم من صيحات العدو والسير في شوارع بير العبد بمنع ومعاقبة من يعاون الضباط والجنود المصريين في تأمين تواجدهم وتجمعاتهم وترحيلهم أو نقلهم غرب القناة على الرغم من تحذير يعني تعذيب وتعذيب أسرة من يجدونه يعاون القوات المسلحة وجيشها إلا أنه قام مع بعض شباب بير العبد برضو تجميع رجالتنا من القوات المسلحة ونقلهم إلى غرب القناة مرحلة جمع المعلومات كان لا يقرأ ولا يكتب فكان عليه أنه يكون دقيق جدا في هذه المعلومات فأولا احترف حرفة أو امتهن أو سلك سلوك أصاد الصهينة يكون زي ما بيقولوا كده كافرينج أو يغطي على ما سيقوم به كان يكون بالرعي وتوصيل المؤن أو الأكل لأهالينا في جبال ووديان وبطون في الجبال في وسط صيناء وعموم صيناء علشان هذه الرحلة تمكنهم من المرور بكتير على المواقع العسكرية الصهونية وتمركزاتها وبالتالي كان بيعد أفرادها وتحركاتها ودورياتها ويعتمد على ذاكرته لأنه ما كانش بيقدر يقرأ ما كانش بيقرأ ويكتب فاخترع هذا الرجل اختراع جميل جدا جاب الحطب من شوك نباتات سيناء وبدأ يقول أن الحطب اللي في قد الصباع يكون قائد أو ظابط واللي نص صباع يكون مجند ويكون الحطب اللي يكون خارج منه نطوء يكون مركبة أو مجنزرة ويجمحهم ويحزمهم وطبعا متفق مع الوسيط اللي بيوصل هذه المعلومات بعد هذه الشفرة يدفنها في مكان في بير العبد في رمانة وييجي آخر ياخد هذه المعلومات المدفونة ويوصلها زي ما هي مدام اتفقنا على فاكر الشفرة يوصلها كما هي إلى عنصر المخابرات العسكري البطولات ما كانش فقط عند الرجال لكن قبلت الهش يعني البيضية لا أنا أتحدث مع الشيخة فهيم الشيخة فهيمة شوفي الشيخة فهيمة جت الشيخة فهيمة دي وما أروع في الزكاء والدهاء للمرأة المصرية الشيخة فهيمة زوجها كان بطل وكان يخفي عليها بطولته لأنه من أعضاء مجاهدي سيناء وابنها كان بطل وهي بحس الأم كانت تعلم هذه البطولة وكان المتحرف عليه في أهل السيناء وكلهم كانوا يخفوا عن أسرهم إن إحنا أعضاء في المنظمة آه بالضبط كده لما سألت السؤال لابن الشيخة ليه والدتك إنت ما قلتش أخوك الأكبر ما قالش وأبوك ما قالش لأم ألدتك فقال لي كنا نخشى إنهم يقعوا في براصن الاحتلال ويعذبوهم فتحت التعذيب ممكن يقول فما يعرفش أحسن لما يستمر التعذيب عنده معلومة يقولها يعني زي ما تقول يفرجوا عنهم فكان دي من أدوات أو قليات التحصين لأفراد الأسرة السينوية الشيخة فهيمة رصدت تحرك زوجها خفاءا وهي ماشية لن رايح يقابل كل فترة بيقابل عنصر وهو محمود اليماني أحد يعني قادة المخابرات العسكرية أو الحربية اللي جند الكتير وله كل التحية في تاريخ يعني الاستطلاع وجمع المعارضة في مصر أو في سيناء المهم بشكل ما قدرت توصله فوجها لوجها أمام هذا الرجل فقالت له يا ولدي أنا يعني أتضمك أنا احتاجة أعمل أي عمل لبلدي أنا مش أقل من زوجي وابني قال لها أنا معرفش حاجة على أنت بتقولي ده طبعا بدأ يمارس أو يعني يسلك مسالك المعتادة بعد إلحاح عظيم منها قال لها طيب عايزة تعمل إيه قل لي أي حاجة أنا قدر أعملها قال لها طيب معسكر عرفنا أنه بينشأ خلف مكسر الفناجين وده جبل في سيناء عايزينك تجبلنا بعض المعلومات عنه قل لي عد سبع أنا آسف ثلاث أسابيع وزي النهار ده زي التوقيت ده هكون عندك بكل معلومة عن طبعا بطلنا محمود اليماني يعني ما كانش مكترس جدا قال لشيخها كبيرة يعني مش هيتقدر يعني راحت ستنا فهيمة الهرش راحت ومرت على دبرت خطة أنها تمشي بأغنامها وتمشي بشال تنسج فيه كل صغيرة وكبيرة مرة من الفجر من شروق الشمس اللي غربها عشان ترسم تحركات العدو ومحيط العدو والمعسكر والمعدات والمجنزرات وأبراج المرأبة والتأمين على المعسكر وبعدين تفوت يوم وتيجي اليوم اللي وراه من المغرب للفجر عشان تشوفت حركات الليلية شكلها هي على مدارة ثلاث أسابيع نسجت على الشال كل شكل المعسكر بعدده بكل حد قبلت الراجل في المعادل اللي اتفقت عليه تأخر عليها فضلت منتظرها سعادت وعندها الصبر هو كان بيرقبها بيراقب لتكون وراها يعني بيقوم برضو بدوره بعد ما اكتشف تأمين المكان قال لها أنا جيت لك يا أمي قلت له عرفت أن أنا مصرية خالصة قال لها جبتي حاجة قلت له تفضل راح تقلع الشال من على رأسها وديتهوله فطبعا محمود اليماني بص كده يعني قال لها أنا عايز معلومات كلام قلت له أنا مش بتاعت كلام المصرية بتاعت أفعال جميل الشال عليه يا ابني المحيط الوحدة وشروق الشمسة هو بالرسم يبقى المعسكر شكله كذا وتحركاته كذا ومواعيد الأكل ومواعيد التحرك والتدريب وعدد الجمال اللي على بعدد القادة وعدد العنزات بعدد الجنود قصة بديعة على فكرة والله قصة جميلة وأنا والمرأة أسمحها والشيخة فهيمة يعني بجد نموذج زي ما حرك قلت للمرأة المصرية والذكاء المرأة المصرية أحيلا عشان وقتنا من الشيخة فهيمة للطفل البطل صالح عطية أصغر جسوس في العالم صالح عطية يعني عمره زي ما الصورة بينك لا يزيد عن 11-12 سنة كان محمود اليماني عايز يجند في وسط سيناء وفي يعني شيخ اللي هو الشيخ عطية والده لما يعني سمع عنه من وطنية ورغبة في التضحية ولكن هو يعني بيتردد على بحجة أنه هو أحد التجار يعني بيتردد على المكان اللي مقيم فيه الشيخ عطية لأني ولد اللي هو صالح والنباهة المهم بعد فترة طويلة بعد المراقبة كان عنده خطة جريئة جدا أنه يجند هذا الطفل أنه يروح للمعسكر المواجه علشان خاطر يغرز جواه مايكروفونات يسجل كل تحركاته كل حديث القادة داخل هذا المعسكر لإلقاء المسلح بالفعل نجح الطفل طبعا بالتردد تحت خفاء بيع البيض داخل المعسكر وإن هو يصادق أفراد الخدمة وأفراد الحراسة والتأمين للمعسكر دخولا وخروجا حتى قدر أنه يخش مكاتب وغرف الدباط الكبار وحط الميكروفونات لصالح المخابرات الحربية عايز أقول لحضرتك طبعا تم نقله هو وأسرته هو والدته الست مبروكة والده الشيخ عطية نقله قبل تنفيذ عمليات أكتوبر مباشرة في سبتمبر 73 علشان خطر المعسكر بالكامل كان تقريبا مسموع ومكشوف ومرئي حق أطفال وسيدات ورجال وشيوخ سيناء أن يكونوا ليسوا فقط السمع والبصر ولكن أيضا الساعد وقت الحاجة لتنفيذ العمليات العسكرية خلف الخطوط كتير جدا من العمليات أنبهى أبطال جواسيرة السينوية مش بس جواسينة لأ وخلف الخطوط في فلسطين المحتلة لصالح القوات المسلحة في هذا التوقيت كل التحية لأبطالنا اللي شاركوا في صناعة مصر أكتوبر اللي النهاردة بنحتفل به من الواجب جدا وإحنا بنحتفل نحكي لولدنا عشان يحفظوا أسماء أبطال سيناء هما مش زعلانين مننا لكن ممكن يكونوا زعلانين علينا أن احنا يعني مش بنرددهم أن الدراما مش بتجيب سريتهم هما من حقهم يكرموا وإحنا من حقنا نعرف ونتعلم ونشوف وناخد من الخطال ونزرع في أولادنا علشان الأجيال بتسلم واجب يا أستاذتنا أن كل القصص بتاعت أو الأسماء بتاعتقلنا من مشايخ وبطالات سيناء تكون مادة تعليمية صحيح زي التربية القوامية والوطنية اللي كنا بنتعلمها جميعا حتى المرحلة التعليم الأساسي اللي ابتدائي والأولادنا في كل المدارس سواء كانت حكومية أو غير ذلك لازم جدا من خلال برنامج حضراتكم نحتفل بأكتوبر بأمرين بتعليم ولاد مصر القادمين من هم أبطال أكتوبر سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو شرطيين من هم صنوع النصر من هم المحافظين على سيناء الأمر الثاني أعود للكلمة العبدالله جهامل لما قال أن الفراغ مغري يجب علينا في احتفالنا بأكتوبر أن نحن نعبر الشرايين التي بنيت وهو ده اللي مش شغالة عليه في الفترة الأخيرة الدولة المصرية مهتمة جدا وزي ما حدرتك كلمت عن المعابر اللي موجودة يعني إحنا سعدنا بوجودك معنا الكاتب محمد نبيل نورتنا وشرفتنا شكرا لوجودك وشكرا لتوثيقك ومجهودك اللي انت بزلته شكرا لحضرتك شكرا لأستاذ نبيل على كل هذا التوثيق وكل ده الجهد اللي بتقدمه لتوثيق أكتوبر زي ما عمنا فؤاد حداد كان بيقول عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه قول كل حرف في اسمه ويتهجاه محتاجين نحفظ أسامي الشهداء الأبطال اللي هيعيشوا طول العمر ما بقيت هذه الأرض في ذاكرة كل المصرية